السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويزيكم اشباب بنكمل كورس بتاعنا إنتجرال إكويشنز احنا اخدنا محضورتين كيتشر 1 والكيتشر 2 قم اخدنا فيها شابتر 1 وهو كان graphs for an ecological كل نوع منهم كان برضو بيتصنف حاس بشكل المعدلة لتلات انواع يعني خدنا فريد هولم شوفنا فريد هولم وفولتيرا نفس الكلام طيب قلنا نحن هندرس ايه دخلنا بقى في الشابتر التاني قلنا نحن هندرس فريد هولم هدرس لها ايه هشوف طرق حل فريد هولم طرق الحل اللي احنا الميثود تصاله فريد هولم ادرسنا المرة اللي فاتت في اول طريقة وهي كانت فريد هولم نراجح كدت مع بعض بصورة عامة كدوة الطريقة دي كانت شكلها ايه بصوا كدت معايا يا شباب لو تفتكروا كدت المحاضرة اللي فاتت اهين اخذنا فيها الطريقة بتاعت فريد هولم ديترمينت ميثود الطريقة دي كنا لازم نعرف صورة الحل اللي قلت عليها حفظ للمعادلة اكويشن نمبر 2 دي صورة الحل لحفظ من هي الار اللي جوه صورة الحل الار دي هي اسمها الريسولفنت كيرنال الريسولفنت كيرنال بيجي ازاي بيجي من الاسمة بتاعة كل من 어디 ا poder اتعرف بباور سيريزrivriv香 ايه هي بن WCN بن WCN الان كانت شكلها كده ادي جات كلمة ادي ترمينت من هنا طبعا ن انتجريشن الديترمينت حسب ما بيكون عندي الان بكام الحاجة التانية وطبعا احنا نكونوا عارفين ان ال-be note of x و t بال-a? بال-K of x و t الحاجة التانية audio coefficient التاني اللي هو موجود في ال-D of lambda اللي هو cn فين بقى ال-coofficient التاني ال-coofficient التاني أهو بيعطى بالعلاقة دي ال-cn بردو اللي هو ال-n integration بردو للالي determinant اللي موجوده قدامي قلنا المعادلات المترقمة من 1 لغاية 7 من 1 لغاية 7 دي حفظ دي طريقة الحل طبعا equation number 1 هيا كيرة تفريد هولم باستخدام الطريقة نفسها. طيب ادي كده كانت الطريقة اللي فاتت واضيع منها عليها ريفيو سريع كده تعان الطريقة اللي فاتت. المرة دي هناخد ايه? المرة دي في الشابتر التاني لسه معنا مكملينه. بناخد الهولميسود التوصاله. الطريقة التانية هناخد الطريقة التانية. المرة اللي فات احنا حليني اجزامبيل على الطريقة الاولى على الفريدولميسترمينيتميسود. واستخدمنا البي اين اف اكس و't وال cn. وعرفنا ازاي بنحرف نحسابهم او نجبوهم. لو هم صعبين ان انا احسابهم اجيبهم البي ان والs. البي ان والوcen اللي كانت الations اللي موجودة فيه اللي موجودة جوا. الـ d of 이 والblick والCause shoot ال والمضة والد bütün تاعت ال Ru writer لو صعب علي ان انا احسابهم اقوم اعمل ايه? أو ألجأ لطريقة تانية اللي اسمها عشان كده بنكتب نقول ايه بنقول في بعض الاحيان فاكرين الاكوشنز اللي انا رقمتهم بقى اللي هي كانت ستة وكم وسبعة الاكوشن بتاعي ستة وسبعة دي اللي هي كانت بتديني ايه اللي هي كانت تحسبي البي ان والسي ان لو انا لقيت دولة لو لقيتهم صعب علي حسابهم صعبين علشان احسب المعادلتين ستة وسبعة صعب علشان احسب هحسب ايه بتاعة الباور سيرز اللي كان اسمهم البي ان والسي ان بتوع مين دولة للسيرز اللي هي كانت مرقمة اربعة وخمسة لو المعادلتين دول كانوا صعبين نستخدمهم عشان احسب الكو اوفيشنس البي ان والسي ان تمام كده فبنيجي نقول بقى ايه اعرف ان انا استخدم تانية تمام كده الفورمولاز التانية اللي انا استخدمهم دولة جايين من طريقة من الطريقة التانية اللي هي اللي هي باستخدام الفورمولاز دي باي يوزنج ريكارنس ريليشن ميسود عن طريق استخدام الايه الريكارنس ريليشن ميسود فاحنا بنقول لو المعادلتين ستة وسبعة صعب علي ان انا استخدمهم عشان احسب البي ان والسي ان اللي هم اصلا الكو اوفيشنس بتاعة السيرز اللي هي اربعة وخمسة وي كان يوز اناظر فورمولاز هاستخدم فورمولاز تانية ما لهم باي يوزنج باستخدام طريقة تانية باستخدام ريكارنس ريليشن ميسود تمام كده طيب شكلهم ايه اهو نجي نكتب مع بعض البي ان اوف اكس واتي ايكوال ال سي ان كي اوف اكس واتي مينس ان انتغريشن فورم اي تو بي كي اوف اكس واس بي ان ماينس وان اوف اس واتي دي اس ادي الريليشن الاولاني طيب الريليشن التانية ان سي ان ايكوال انتغريشن فورم اي تو بي بي ان مينس وان اوف اس واس دي اس دي هنسميها نمبر تو السي نوت اللي الانيشن سي نوت ايكوال وان والبي نوت اوف اكس واتي عبارة عن الكي اوف اكس واتي طيب دي كده نسميها نمبر سري ادي تلات اكوشنز جديدة هون بدل من الاكوشن ستة وسبعة التلاتة دولة بدل التلاتة كده تحفظ. ليه? لان هما دورت مفتاح الطريقة التانية. هما دور مفتاح الطريقة الايه? مفتاح الطريقة التانية. طيب. هنكمل كده هوت ونقول ايه? هنقول كده. من الفورمولة اللي انا كتبتهم دلوقتي. من مجموعة الفورمولة ازا انا كتبتها دلوقتي. it is possible to obtain the recurrence relation. the recurrence relation. يعني ايه كلمتين دول? يعني بنقول ان من خلال الفورمولة ازا انا كتبتها لها واحد واثنين هقدر اكون ايه? اوبتين ايه? recurrence relation. هكون علاقات تكرارية. يبقى من المعادلتين واحد واثنين هكون علاقات تكرارية. ومعادلتين واحد واثنين دورة تبديل للمعادلت ستة وسبعة. علشان لو انا مش عارفة استخدم ستة وسبعة الديترمنانت ميسود عشان اطلع قيمة البي انو سي ان. هستخدم المعادلتين دورة عشان اطلع البي انو سي ان. عن طريق ايه? تكوين علاقات تكرارية. عشان كان الطريقة اسمها recurrence relation ميسود. طيب ده كلام النظري. طبعا النظري في الغالب ما بيبقاش مواضح قوي. هيبقى دلوقتي بايه? بإكزامبل. نكتب مع بعض كده هوت إكزامبل وان. ونقول فيها ايه? ونقول فيها find the Resolvent. find the Resolvent Kernel. عايزين نجيبه Resolvent Kernel. of the Kernel. واعطيني Kernel. شكله ايه? k of x و t بتساوي x minus 2t. where ال x اكبر من او تساوي 0 اقل من او تساوي الواحد. وال t اكبر من او تساوي 0 اقل من او تساوي الواحد. واجه كده هتنقول السوليوشن بتاعي. هو اول حاجة اعطيني مين? اعطيني ال k of x و t. انا هستخدم ايه? اقول له كده هوت using recurrence. using recurrence relation. using recurrence relation. ميزود? هستخدم الطريقة بتاعة recurrence relation. ايه? الطريقة بتاعة recurrence relation. بيعرف لي ان ال initial condition c not 1. وبيعرف لي ان ال b not of x و t هي بال k of x و t. اللي هي تبقى بكام هنا لقمت ال k. اللي هي ال x minus 2 t. ادي اول المفتاح اللي بيدخلني للطريقة. طيب بعد كده بعمل ايه? بابدأ اجيب. انا عنجي السي نوت وعنجي ال b not. ابدأ الف كده واجيب السي واحد. السي واحد اجيبها منين? من العلاقة اللي انا حافظها. اللي هي رقم اتنين. سي واحد. يعني اشيل كل اللي انا وحط مكانها واحدة. تبع بتساوي التكامل. وحدود التكامل هو ايه ليه نوت حدود التكامل من كام لكام? حدود التكامل عنجي من سفر الواحد. طيب القيمة اللي هي ال n بكام? قلنا ال n بواحد. يبقى واحد نقص واحد سفر. بقت ال b not of s و s. g s. هتبقى بتساوي تكامل من zero الواحد. ال b of s و s. انا عنجي ال b not of x و t. معناها ايه بقى? وفي s و s دي معناها اجي اجي اشيل كل اكس وحط مكانها s. واشيل كل t وحط مكانها مين? s. طيب هنا هو. يعني ال s ناقص اتنين s. هتبقى كده. g s بتساوي تكامل من zero الواحد. s ناقص اتنين s بسلب s g s. طيب لما نجي نكامل دي السلبة يطلع برة. ال s d s. s تربيع على ال اتنين. حدود التكامل عنجي من سفر المين من سفر الواحد. دي بقى قيمة التكامل ده بقيام او القيمة كلها بكام? اشيل ال s وحط مكانها اللي هي ايه? اللي هي بالواحد. هتبقى مينس نص مينس هاف. تمام كده? وطبعا ناقص في ناقص موجب وعود بالs بسفر بقت بسفر يا خلاص. يبقى القيمة كلها طلعت كام? طلعت مينس هاف. ادي كده جبت مين? جبت السي واحد. مما اني جبت السي واحد اعرف اجيب منها خلالها مين? ال b واحد. تعالوا نعوضه برضو في العلاقة بتات. ال b واحد. طيب. طيب. ال b n الهلاقة كان شكلها ايه? معلش اكتبها لكم تاني علشان انا منيجي نعوضه. تبقى فاهمين بنا عوضه ازاي? ال b n of x و t. تعالوا عن c n. k of x و t. ناقص in integration from a to b. k of x و s. b n ناقص الواحد of s و t. g s. طب انتو برضو زي ما قلنا العلاقات حفظة لازم برضو تكتبها قبل ما اتعوض بيها. طيب انا عايزة اجيب بين? انا عايزة اجيب ال b واحد يعني عند ال n بواحد اهو. يبقى ال b واحد of x و t. هتبقى بتساوي. c واحد. k of x و t. minus واحد. integration من zero للواحد. لل k of x و s. لل b واحد ناقص واحد zero. of s و t. g s. تعالوا نشوفهم مين اللي نشلو نحطوا مكانه قيمته. السي واحد. احنا مش لسه جايبين السي واحد دلوقتي اهي. السي واحد بكم? بما minus half. ادي اول حاجة انا عارفاها. k of x و t. k of x و t. k of x و t. كان الكيرنل نفسه. لو هو. x minus 2 t. ناقص تكامل من zero للواحد. k of x و s. ال x زي ما هي. لكن هشيل t وحط مكانها ايه في الكيرنل. كيرنل كان اسمه k of x و t. هشيل كل t وحط مكانها s. كان هو اسمه. x minus 2 t. تبقى minus 2 s. ال b note of s و t. نرجح كده هو التاني. ال b note of s و t. مش ال b note of x و t. هو ال k of x و t. اللي هو اسمه x ناقص 2 t. طب انا عايز اجيبه كام? عايز اجيبه اسمه ايه? اسمه b note of s و t. المرة جي هشيل ال x وحط مكانها مين s. تبقى اسمها s ناقص 2 t. تبقى اسمها s ناقص 2 t. g s. ويبقى قدامي العلاقة اللي موجودة قدامي ديت. عايزة مسألة تكامل احل لها عادية خالص. كل اللي هنعمله ايه? هنضرب القوسين في بعض. اللي هما جوه علامة التكامل عشان احل التكامل ده. ال x في ال s اهو. ناقص. x في اتنين t يبقى اتنين. x t. ناقص. اتنين. s تربيع. ناقص في ناقص بموجب اربعة. موجب اربعة. s t. دي s. كده هنكمل بالنسبة المين? لل s. صحيح كده العنصر بكامل بالنسبة له هو ال s. ناقص. يلا كده اتنى كامل. ادي كده ال x دي تعتبر ثابت. تكمل ال s بنسبة لل gs. s تربيع على ال اتنين. ناقص. اتنين. x t. دول يعتبر ثابتة بالنسبة لل s. تكامل ال gs بال s. ناقص اتنين. ال s تربيع ds. بقت s قصة ثلاثة على ثلاثة. زائد اربعة. t. دول يعتبر ثوابت بالنسبة لل s gs. بقت ال s تربيع على ال اتنين. حدود التكامل من كامل كامل من زيرو للواحد. نعود كده هوت نشيل كل s تقابلنا. نحط مكانها واحد. ناقص. نشيل كل s تقابلنا. نحط مكانها مين? ونحط مكانها زيرو. تمام كده? ونبدأ نشوف قيمة التكامل دوت هيطلع بكام. ادي ناقص نص. x ناقص ال اتنين t. ناقص. هشيل كل s وحط مكانها واحد. ناقص اتنين اكس تي. ناقص اتنين على تلاتة زائد اربعة تي. يبقى خليها اتنين. عشان جاء على اللي اتنين بقت اتنين. بس كده. طيب. بعد كده هوت اشيل كل s وحط مكانها زيرو وبقت بزيرو. نيجي بقى نختصر. تجمعوا الحدود مع بعضها. دي ناقص نص اكس ناقص نص اكس هتبقى كام? هتبقى ناقص ناقص اكس. ناقص اكس. نص ونص واحد. تمام كده? ادي السالب مشترك ونص ونص يبقى واحد ونجي اللي هي الاكس. طيب بعد كده هوت عندي اجمع ايه تاني? اجمع عندي هنا هوت ناقص اتنين اكس تي. في السالب دي? بقت زائد اتنين اكس تي. طيب بعد كده سالب في سالب اموجة باتنين على تلاتة. يبقى دي كده موجب اتنين على تلاتة. فاضلي ايه? جمع تي. التي نهوت عندي ايه? سالب نص في اتنين. بقت بموجب. تي. تي ناقص اتنين تي. تي ناقص اتنين تي. بكام? بسالب تي. ادي كتات القيمة بتاعت مين? بتاعت البي واحد. طيب ارجح تاني اعمل ايه? مياريكوننس ريليشنز? علاقة تكرارية. ارجح تاني اعمل ايه? هستخدم العلاقة بتاعت مين? بتاعت العلاقة بتاعت C كانت شكلها إيه؟ علشان جبت خلاص وجبت C1 الأول عندي الأول كده C نوت بواحد الجبنا ل-C واحد وبعد كده جبنا ل-B واحد نرجع نجيب C اتنين من العلاقة number two اللي إيه شكلها هنا هو التاني أن كانت عبارة عن Cn ال-CN كانت عبارة عن تكامل من A لل-B ناقص الواحد. المنظر جانا عايز اجيب مين عايزslZA مشانا عنتججبت انا انجبت انا. اجيه اجيض كل اكس ووحط ما كان اس واشيل كل تي وحط مكانها اس عشان اجيب قيمة البي واحد اقف اس واس ناقص اس ناقص اتنين اس تربيع ناقص اس زائد الاتنين على تلاتة تمام كده هوت جي اس ونبدأ نكامل كده هوت ونشوف اجي ناقص اس تربيع على الاتنين ناقص اتنين اس واس تلاتة على تلاتة ناقص اس تربيع على الاتنين زائد الاتنين على تلاتة اس وحدود التكامل من زيرو للواحد يبقى ناقص نصف اشير كل القس وحطوا مكانها واحد. ناقس نصف ناقس اتنين. ناقس نصف زائد الاتنين على تلاتة. طبعا دي كلها كده هوت ناقس. التعويض بالسفر بقى كلها بسف. قيمة دي كلها هتطلع بكام? لو جيتوا انتم بقى احسبتوها علشان تتعرفوا تطلعوا القيمة دي كلها هتطلع بايه? هتطلع بتلت. تمام كده? جمعوا دي كده هتقول لي قيمة دي هتطلع بكام? هتطلع بايه? هتطلع بطلت. طيب. بعدك هتارجع اعملي تاني من العلاقات التكرارية. شايفين البي ان دي? اهي العلاقة لانا استخدمتها دي. واجه العلاقة لانا استخدمتها دي. عايز اجيب بها البي كام? البي اتنين. نجي نقوله هنا هوت البي اتنين اوف اكس وا تي هتبقى بتساوي. اهي. هشي الكل لانه وحط مكانها كام? اتنين. هتبقى سي اتنين. في الكي اوف اكس وا تي. ناقس اتنين تكامل من زيرو الواحد. كي اوف اكس وا اس. كي اوف اكس وا اس. مش كان اسمها اكس. الكي اوف اكس وا تي كانت اكس ناقس اتنين تي هتبقى اسمها ايه? اكس ناقس اتنين اس. ايه الكي اوف اكس وا اس. اكس ناقس اتنين اس. بي. الان بكامل ان باتنين. تبقى بي واحد اوف اص واتي. البي واحد انا لسه جايباها. بس تبقى الايه? اوف اص واتي. يعني شيل كل اكسو حط ما كان اس. يبقى سالب اس زائد اتنين اس تي. ناقس تي زائد الاتنين على تلاتة. جي كام جي اس. تمام? ادي كده هوت ايه؟ كوننا العلاقة اللي هي البي اتنين. بعوض في العلاقة اللي احنا قلنا عليها حفز بتاعة البي انو في اكس واتي. وهنطلعوا ال ايه الصورة دي. طيب. سي اتنين انا لسه جايباه اعوض من الياب كام من الياب تلت. كي اقو في اكس واتي بال اكس ناقس اللي اتنين تي. ناقس اتنين تكامل من زيره الواحد. اكس ناقس اتنين اس وناقس اس زائد اتنين اس تي ناقس تي زائد الاتنين عدنا نضرب القصين دول في بعض. تمام كده نضربهم في بعض. يبقى ناقس اكس اس زائد الاتنين اكس اس تي ناقس اكس تي زائد الاتنين على تلاتة اكس. ناقس في ناقس بقت بموجة بانمراره بقى دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا موجب اتنين اس تربيع سالب اربعة اس تربيع تي بعد كده موجب اتنين اس تي سالب اربعة على تلاتة اس ادي كده العلاقة دي كلها دي اس تكامل حدود دي كسيرة حدود عدية خالص ما فياش حاجة شوفوا في حدود عايزة تجمع او في حدود نعرفوا نختصرهم مع بعض علشان نعرفوا ايه علشان نعرفوا نحلوا مسألة التكامل ولو ما فيهاش مش اشكال عادي كامله تكامل نقص اكس اس بنسبة دي اس نقص الاكس دي سابتة والاس تبقى اس تربيع على الاثنين اتنين اكس تي تنزل والاس تربيع على الاثنين وهكذا وعندنا عود من زيرو للواحد ونشوفوا القيمة هتطلع بكام انتو عودوا يحسبوها كده عودت بالراحة وهتلاقوا القيمة هتطلع بزيرو القيمة هتطلع بكام القيمة هتطلع بزيرو اول ما لقيت القيمة هتطلعت بزيرو كده الدنيا بقت سهلة الورقة دي كات نمبر ففتين كده بقت الدنيا سهلة الدنيا سهلة ازاي علشان احنا العلاقة اللي بعدها هنجيبه السي كام هنجيبه السي تلاتة السي تلاتة هتبقى شكلها ايه تكامل من زيرو للواحد للبي تنين وف اس و اس جي اس طب ما هي البي تنين بزيرو ما نيجي نعوضه بقى في العلاقة طيب البي تنين اصلا بزيرو بما ان البي تنين بزيرو نيبقى الانتجريشن كله هتطلع بزيرو طيب وهكذا بقى كلهم هيبقوا مترتبين على بعض كلهم هيبقوا مترتبين على بعض انا جبت السي تلاتة فاضلي ايه وقال اخر حاجة كده البي تلاتة البي تلاتة هي كمان لما نيجي نكتب الكلام ده كله اول حاجة نقول ايه هتبقى السي تلاتة كي اوف اكس و تي لما باردو بعوض في العلاقة اللي احنا قلنا عليها حفز طيب ادي كدهات الكي اوف اكس و تي مينس تو انتجريشن فروم زيرو تو وان مين جوه هنا مين اللي انا هكتبه بقى جوه هنا هواد في البي تلاتة اهي اللي هي كانت ايه كانت الكي اوف اكس و اس الكي اوف اكس و اس للبي اتنين اوف اس و تي دي اس طيب والبي اتنين جيب كام برضو بزيرو والبي اتنين جيب زيرو خلت الجزء ده بزيرو واجي السي تلاتة بزيرو ويبقى الكلام ده كله بزيرو نيبقى كدهوت وهكذا هنلاقي ان السي اربعة اكوال زيرو والبي اربعة برضو اكوال زيرو تمام كدهوت سيميلارلي هنلاقي بالمثل بقى كلهم بقى هيبقى السي خمسة بتساوي السي ستة بتساوي نقاط كده هوت بتساوي ال-CN هتبقوا كلهم بيساوي السفر and ال-B5 بتساوي ال-B6 بتساوي نقاط كده تلغاية ال-BN برضو هتبقى equal cam equal zero طيب كده انا طلحت ايه عايزة اعود بقى لشان اجيب صورة الحل هنجيب صورة الحل ازاي صورة الحل هتيجي مش انا جبت ال-BN وجبت ال-CN هما دول بس الاختلاف في الطريقة بتاعت يعني هكمل هجيب بقى منين بقى الباقي هنبدأ نجيب D of X وتي ولمضة من العلاقة بتاعت الحلرة اللي فائتت اهي D of X وتي ولمضة كانت شكله K of X وتي plus sigma from N equal one to infinity minus one power N over factorial N BN of X وتي lambda power N دي كانت مين دي كانت D of X وتي ولمضة وكمان بنجيبه D of lambda كانت one plus sigma from N equal one to infinity minus one power N over factorial N C N lambda power N واحسب D ماشي وبعد ما حسب الاثنين دولات نجيب بقى resolvent kernel فبنيجي نقوله بقى then the resolvent then the resolvent kernel is given by resolvent kernel R of X وتي فصل منقطة لمضة equal D of X وتي ولمضة over D of lambda نقسم D على D طيب نجي بقى كانت معايا بالراحة كدهوت ازي احنا ايه لا التلات علاقات دول معوا التلات علاقات دول التكمئ الايجاد D of X وتي ولمضة L series اللي هي بدلالة BN وال D of lambda اللي هي L series بدلالة L C N دي جبتوهم منين جبتوهم من الطريقة اللي فاتت بتاعت ايه بتاعت فريد هولم ديترمينين تمسود طب ليه انا استخدمتهم هنا ما نقولنا في بداية الطريقة التانية قلنا ان الطريقة التانية تعتبر تعديل شوية للطريقة الاولى في ايه في حسابات ال BN وال C N فقط لكن بقيت خطوات الطريقة الاولى تبقى ماشية معايا زي ما هي نعوض ال K of X وتي ده كان عبارة عن ايه كان عبارة عن ال X ناقص L 2 T بعد كده هو تزايد السيجما السيجما دي لما منيجي علشان نفكها هتبقى ايه عند ال N بواحد هتبقى ناقص واحد فاكتوريال وان بي وان of X وتي لمضة بلس مينس وان سكوير عند ال N باتنين over فاكتوريال 2 بي 2 of X وتي ولمضة باور 2 بلس مينس وان باور 3 over فاكتوريال 3 B 3 of X وتي لمضة باور 3 تمام كده بلس نقط كده طيب ايكوال ادي ال X minus 2 T بلس ال B1 بكام لها قيمة فاحنا بنيجي نعود ادي كده هتعندي عندي السالب السالب جي هدخلها على مين على ال B1 of X وتي ولمضة ال B1 of X وتي ولمضة فين ال B1 اهي كانت X هتدخل بقى السالب جوه minus 2 X T plus T minus 2 على 3 كمه طيب دي كلها مضربة في مين مضربة في اللمضة طيب بعد كده هو عندي ايه عندي ال B2 هي ال B2 بكام آه دي ال B2 بسفر طيب وال B3 برضو هي كمان طلعت بسفر يبقى خلاص الحدود اللي بعد كده هوت كام الحدود اللي بعد كده هوت طلعت السفار يبقى دي قيمة ال B of X وتي ولمضة طلعت بالقيمة دي طيب عايزين نحسبوا بقى الجزء التاني D of lambda هي بتساوي 1 plus تعالوا مفوكوا السيريز عند ال N بواحد بقت سالب 1 فكتوريال 1 C1 lambda عند ال N باتنين سالب 1 power 2 over factorial 2 C2 lambda square plus minus 1 power 3 factorial 3 C3 lambda power 3 وهكذا تمام كده طيب لأنها رايحة المين رايحة الانفينيتي اهي ادي فك السيريز بتاعتي ادي الواحد اهو ادي ال 1 اللي موجود قداميه دي ناقص C1 هي C1 بكام احنا كنا جايبينها بقوا ارجعوا لها كده هوا التاني عشان نشوفوا احنا كنا جايبين C1 بكام C1 كانت ب- C1 كانت ب- تمام طيب يبقى دي سالب في بقى في مين في lambda طيب C2 بكام C2 ارجعوا لها تاني كده هتبقى تمام طيب ادي هحط ادي كده هوت ايه موجب C2 قلنا 1 over 3 lambda square بعد كده C3 C3 بقت بسفر واللي جاي بعد كده كله ايه كله صفار يبقى انا ما قداميش غردول كده هوت بس يبقى لما نيجي نكتب هتبقى plus half lambda plus 1 over 6 lambda square بس كده البقين بكام البقين خلاص بقوا بايه بقوا صفار لما اجي حط D على D نيجي نكتب بقى D نقسامه اللي اتنين على بعض هتبقى عندي كام هيبقى X minus 2T plus X minus 2 XT plus T minus 2 powers over 3 مضروبة في lambda على D of lambda 1 over half lambda 1 over 6 lambda square يبقى انا كده جبتله مين جبتله Resultant kernel طيب هيا ترى تريدي احسن ولا ترى تني احسن تريدي احسن ليه بتتجنب او بتتفادى ان انا اشوف ال determinants الكبيرة اللي احنا كنا بنعملها والتكاملين اللي كنا بنعود ونكتبوهم التكاملات الكتير اللي كنا بنعود ونكتبوهم يبقى هنا ما فهاش غير حاجات بسيطة خالص علاقة بي نو بي نو ببدأ دية اكتب الكرمل اللي هو عطيهولي ابدأ من هنا هو العلاقة رقم اتنين اجيب منها عند ال N بواحد ما نعنجي C-Zero عندي اجيب C-واحد السي واحد يبقى الانتجراشن بحدود التكامل على سيهولي بقت الواحد نقص واحد صفر بقى B-Note of S و S والB-Note of S و S هي عبارة عن مين هي كاتة الكيرمل بس هنشيل ال X لحط مكانها S ونشيل ال T لحط مكانها S جبت السي واحد أعود هنا أهود بالC واحد عشان أجيب الB واحد بقت الB واحد وفي X و T بتسوي الC واحد كي اوف X و T عند الN بواحد بواحد نقس واحد اللي هي الB زيرو اوف S و T تمام كده أعود عن قيمة الB زيرو وعود عن قيمة الC واحد ونبدأ نحل مسألة التكامل ونطلع قيمة الB واحد نرجع تاني من العلاقة دي نجيب C اتنين وارجع جيب B اتنين C تلاتة جيب B تلاتة بتنتهي ما بتفضلش مستمرية انها تطلع قيمة وارقام بتنتهي زي ما شفنا في الايه في الاكزامبل اللي موجود قدامي ده اسمها ليه علشان بتجيب لي علاقات تكرارية بتجيب لي C واحد وبعنت ترجع تجيب الB واحد ترجع تجيب C اتنين ترجع تجيب الB اتنين وهكذا بتكرر ايه بتكرر نفسها علاقات بتكرر نفسها علشان اجيب بقى الريسولفانت كيرنال الريسولفانت كيرنال ده كان من الطريقة اللي فات عبارة عن اسمت الD of X و T و lambda over D of lambda بنجيب برضو D of X و T و lambda بنفس الفكرة اللي فاتت والD of lambda بنفس برضو الفكرة اللي فاتت طيب الطريقة اسمها طريقة العلاقات التكرارية سهلة وبسيطة ما خلتنيش احتاج ان انا استخدم ايه ان انا استخدم الديترمنينت خالص طيب فدي كده بسطت لي المسألة شوي اكتب لكم برضو مسائل بنفس الفكرة لو انت عرفت الطريقة وحليت المسألة اللي انا حليتها اتعرف تحل اي مسألة تانية طيب نجي لكده هوت نقوله ايه نقوله الاكزامبل التاني ودوت انا هسيبه و بنقول using using the recurrence using the recurrence relation method باستخدام طريقة recurrence relation of الBN of X و T والCN find اوجد the resolvent kernel عايزين نجيبه كل ما يبقوا شبه بعض نفس الفكرة واحد زائد تلاتة XT تمام بس حدود التكامل هنا اوت عندي الX greater than zero less than one والT greater than zero less than one تمام كده طيب k of X و T equal sin X plus T الX greater than zero less than two by الت greater than zero less than two by number four k of X و T equal A plus X minus T والX greater than zero less than one الت greater than zero less than one اجل ايه اجل الاربع مسائل دول طبعا الاولة والتانية بنفس فكرة المسألة اللي احنا لسه حلينها بالزبط يعني الاولة دي هي نفسها كسيرة حدود ودي برضو كسيرة حدود دي اللي فيها الصين ودي اللي فيها الاي انا مثلا نحل دي دلوقتي يعني نجي نقول كده هوات solution هحل number four اللي هي k of X و T نأكده كده تطريقة مع بعض تاني اللي هي A plus X minus T اللي هي exponential function power X minus T طيب حدود التكامل X greater than zero ليه زان one T greater than zero ليه زان one اول حاجة بنقول ايه احنا حفظين C note بone طيب والB note of X و T هي عبارة عن ايه هي عبارة عن الك of X و T اللي هي E plus X minus T طيب اكتب بها العلاقة اللي هعوض فيها الCN احنا حفظينها تكامل من LB BN نقص الواحد of S و SGS انا عايز اجيب مين عايز اجيب C واحد يبقى تكامل حدود التكامل ها هو عطيها لي الحدود من زيرو للإيه من زيرو للواحد طيب عند الN بواحد بقت الB note of S و S GS تكامل من زيرو للواحد الB note الB note of S و S يعني ايه اشير كل X وحط ما كان S وحط ما كان S يبقى S اص نقص S بكام بزيرو يبقى EOS 0 DS EOS 0 بواحد يبقى التكامل تكامل GS بالS من 0 للواحد اللي هي بواحد خلاص كده طيب اجيبنا ايه G طيب نجيب نجيب الBN of X و T العلاقة اكتبها معكم عشان تحفظوها كاتسما CN K of X و T minus N integration from A to B K of X و S B N نقص الواحد of S و T GS اجيب مين اجيب الB1 of X و T هتبقى بتساوي C1 K of X و T نقص 1 تكامل من 0 للواحد K of X B0 of S و T GS C1 بكام احنا لسه جايبينها بواحد في الK of X و T اللي هو EOS X نقص T نقص تكامل من 0 للواحد K of X و S E X X S B نقط S و T الB نقط احنا جايبين الB نقط اللي هو K of X و T بس انا عايز Z و T يعني اشير X وحط ما كان S يبقى ال E S نقص T GS تعالوا كده هوت نشوفو دي عند عند الضربة بعملي في القصص بجمع القصص بقت A S جراحة معدي اهي جراحة معدي بقى X T او تكامل من 0 الواحد ال E X ناقص T D S ودي ال E X ناقص T طيب هيخد ال E X ناقص T اطلحها برا ليه اطلحها برا مو التكامل بيعتمد على S لكن ال E X ناقص T كلها فيها X و T بس ما بتعتمدش على التكامل فتطلع برا تكامل G S من 0 1 بواحد الخطوة اللي بعدها هجيب السي كام هجيب السي 2 اهي العلاقة تاني بتاعت السي N احط ال N باتنين بقت تكامل من 0 الواحد B 2 S 1 بقت السي 2 بتساوي تكامل من 0 الواحد B 1 S GS طيب ده أنا لسه جايب ال B 1 كتب 0 يبقى السي 2 هتبقى بكام هتبقى بسفر طيب ال B 2 X و T عايز احسب ال B 2 X و T العلاقة بتاعت ال B 2 X و T هتبقى شكلها ايه هتبقى شكلها ال C 2 K X و T ناقص 2 تكامل من 0 الواحد K X و S B بشي اللي انو حط مجانا 2 بقت ال B 1 S و T GS أنا لسه حسبة ال C 2 بسفر هتخلي الجزء ده بسفر وال B 1 و F S و T ال B 1 احنا حسبينه بكام بسفر هتخلي برضو الكلام ده كله بسفر يبقى قيمة بسفر خلاص يبقى هي كده ايه المسألة خلصت يبقى أنا عندي ال B 3 بتساوي ال B 4 بتساوي نقط بتساوي ال B N بتساوي السفر وكذلك C 3 بتساوي C 4 بتساوي C 5 بتساوي نقط بتساوي C N هتبقى برضو بكام برضو بسفر طيب أنا عايزة جيب مين عايزة جيب ريسولفانت كيرنا عشان اجيب ريسولفانت كيرنا لازم يكون عندي ال D و LAMDA اهو نكتب بابل اللي هي كانت ال K و T دي حفزنها المفروض من المرة اللي فاتت كمان من حضر اللي فاتت سيجما من سالب واحد من واحد ل مينس 1 باور N لامضة باور N B N و T طيب تمام كده نبدأ نعوض بقى نعوض ال K و T ال E X ناقص T بلس السيرز دي عايزة فكها عند ال N بواحد بقت سالب 1 لامضة B 1 و T بعد قد بلس مينس 1 لامضة باور 2 B2 و T زائد طبعا النقط كده هتبقى اللي ما لاني هاي انا عندي هنا هوت ايه انا عندي ال B2 بسفر وال B1 احنا لسه حاسبين ال B1 كانت برضو بسفر كانت برضو بسفر مش هيتبقى لي غير E X X minus T طيب بعد قد اجيب D و برضو بالسيرز التانية كانت واحد زائد سيجما from N to أجيب مين أفك السيرز 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 دي كانت عند ال N بكام عند ال N بواحد برضو نفكها كده minus 1 c1 lambda plus عند ال N باتنين minus 1 power 2 c2 lambda power 2 وهكذا طيب أنا عندي 1 minus c1 بكام 1 يبقى 1 minus lambda بعد كده c2 بسفر خلاص كده انتهت طيب إذن الريسولفنت إذن الريسولفنت kernel is شكل الريسولفنت kernel لو R of X و T و lambda R of X و T و lambda تمام كده R of X و T و lambda بيتساوي D of X T و lambda equal E X minus T over 1 minus lambda أنا كده جبتلو الرسولفنت kernel تمام كده بقيت المسائل اللي أنا كنت كذبها بقى المفروض أنتو بقى تكملوها وتحلوها بالمثل أو يعني إحنا دي كده خلاص حلناها في المحاضرة دي كده خلاص تحلت تمام كده فاضل بقى هسيب لكم التلاتة دول كده هوت هم اللي هيبقوا عليكم هومورك دي زي أول مسألة ودي زي تانية مسألة زي أول مسألة وديت فكرة الساين عايزة أشوفكم بقى وانتو بتحلو فقا فكرة الساين بنفس الفكرة أصلا يعني الفكرة كلها تكاملات والتكاملات إن شاء الله هتبقى سهلة بالنسبة لكم ما فيهاش مشكلة أجي كده كده الطريقة التانية خلصت طيب ناخد اكزامبل ثلاثة أنا كده جبت الريسولفانت كيرنل لما أجي أقول إيه أقول يوزنج زي ريسولفانت يوزنج زي ريسولفانت كيرنل باستخدام الريسولفانت كيرنل تمام فايند زي سوليوشن اوجد الحل باستخدام باستخدام الريسولفانت كيرنل اوجد حل المعادلات التكامل أول واحدة المسألة التانية إن الفاي أوف الاكس بلاس تكامل من زيرو للون اوز اكس ماينس ت فاي أوف ت دي تي إكوال اي باور اكس ونيجي نشوف كده هوت الايه السوليوشن هو بيقول باستخدام ريسولفانت كيرنل طبيعي إن أنا عرفة صورة الحل من المحاضرة برضو اللي فاتت كان شكلها إيه صورة الحل لما جينا قولنا كده هوت المعادلة اللي هي كنت مرقمها نمبر تو اللي هي كانت إيه حفز اللي بتجيب لي الحل يبقى منقول السوليوشن السوليوشن أوف زينتجرال إكواشن السوليوشن بتاعت الانتجرال إكواشن كان شكلها إيه إيه كان شكلها الفاي أوف الإكس إيكوال الف أوف الإكس بلاس لمضا إنتجريشن فروم إيه تو بي آر أوف إكس وتي ولمضا للإف أوف تي دي تي مشيحنا قولنا الصورة دي كانت حافز مرة اللي فاتتكو رقمناها معدلة رقم اثنين دي اللي بتتجيب لي صورة الحال السوليوشن أوف زينتجرال إكواشن إيه كذا على طول أنا أكون حافزة دي طيب فيه بس حاجة أنتم مفروض تفرقوا ما بينها أنا أول ما بقول حدود التكامل كده أرقام زيرو وان مينس وان وان زيرو تو باي على طول أنا أعرف إن ديت أنا شغالة في فولتيرا لأن فريد هولم زي ما فرقنا في أول محاضرة وقلنا فريد هولم بتحتاج إيه بتحتاج إن يكون فيه في الأبر باوند بتاعت الإنتجريشن بتاعي يعني بيكون من زيرو لإكس مثلا من واحد لإكس وهكذا طيب إحنا عايزين نجيب الحل دلوقتي بيقولك أول معادلة أهي أدي الفاي أوف الإكس المعادلة الأولى مينس لانضة إنتجريشن فروم زيرو تو بي enjoyed أولئ� المعادلة بتاعت في ريد هولم اللي أناガرفاها إيه المعادلة بتاعت في ريد هولم اللي أناガرفاها إيه معادلة في ريد هولم كانت الفاي أوف الإكس مينس لامده إنتجريشن فروم إي تو بي كي أوف إكس هو وتي فاي أوف ت دي تي بلس إلي إيف أوف إكس أو إكول سوري إكول الف اف اكس طيب لما نيجي نقارن هنقول ايه يبقى الكي اف اكس واتي هو اللي اسمه اتنين اكس ناقص تي صحي كده اهو الكيرنل اهو هو ده كده الكيرنل والا بزيرو والبي بوان تمام كده اهو طيب الف اف اكس بكام بالاكس اوفر سيكس تمام طيب انا دولاتي عايز اجيب ايه عايز اجيب السليوشن عشان السليوشن اجيبه اهو قلت المعدلة انا قلت عليها حافظ الي كترقم اتنين مرة اللي فاتت طيب المعدلة دي عايز اجيب فيها مين عايز اجيب فيها ريسولفنت كيرنل ما هو اصلا بيقول يوزنج ساريسولفنت كيرنل انت قدامك حل من الاتنين يا اما تجيب الريسولفنت كيرنل باستخدام الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت في ریدهولم ديترمنينت مس ignor او ان احنا نجيبوها باستخدام المرارجي طيب احنا بالفعل جيبناها خلاص ريسولفنت كيرنل من خلال إجزامبل وان يعني هيجي أقول كده هوت في روم إجزامبل وان وجينا وقلنا إن الرسول فانت كيرنا بتاعة الإكس وتي ولمضة إحنا كنا حاسبين ونطلعوا بقى كدهات إحنا كنا كتبينه أو جبنا قيمته بكام دي أول مسألة إحنا حلناها لها الأرقف إكس وتي ولمضة كان إكس مينس توتي بلاس إكس مينس تو إكس تي بلاس تي مينس اتنين أوفر ثري في لمضة أوفر على ون بلاس هوف لمضة بلاس ون أوفر سيكس لمضة سكوير ده كده كمين ده كان الرسول فانت كيرنا على طول أعوض هنا وأجيب الحال فبنيجي نقول كده هوت بقى إيه إذن الفاي أوف الإكس إيكوال الف أوف إكس ليه الإكس باور سيكس بلاس لمضة لمضة هنا هوت عندي تفضل زي ما هي حدود التكامل من زيرو للوان الرسول فانت كيرنا هنكتب الرسول فانت كيرنا لللي إحنا كنا جبناه اللي إحنا جبناه في الإكزامبل الإيه الأولاني تمام كده هون أدي ده كده هوت الإيه أوفر وان بلاس تمام بالنسبة الإيه بالنسبة للإف أوف تي الإف أوف تي مشان عندي الإف أوف إكس أجيب الإف أوف تي بقى تسمع إيه تي باور سيكس تمام دي إيه دي تي أدي كده هوت شكل الإيه لما جيت عوضنا وأدي الشكل بتاع المسألة التكامل اللي موجودة قدامي طيب أنا عايزة أحل التكامل ده عشان أطلع السوليوشن الحال أشوف إيه اللي ما بيعتمدش على حدود التكامل أو على التكامل وأطلعه بره أنا بكامل بالنسبة للتي بأي حاجة فيها لمضة تطلع بره يبقى عندي إكس باور سيكس بلاس لمضة أوفر أوفر إيه أوفر الستة دي أطلعها برده بره طيب وإيه كمان واحد بلاس هوف لمضة بلاس وان أوفر سكس لمضة سكوير تمام كده في الانتجريشن من زيرو للواحد لمين إيه إكس مينس اتنين تي إيه كانت تمام إكس مينس بلاس إكس مينس تو إكس تي بلاس تي مينس لمضة ودي كلها مضروبة في مين ودي كلها مضروبة في التي دي تي طيب نبدأ نعمل إيه التي ديت هتدخل هنا عندي إكس باور سكس كلها اختصارات بقى اللي جاي بعد كده كله اختصارات مفروض أنتوا بقى دي تمرانوا قديكم كده وتختصروا وتكملوا الباقي يعني عندي تي ديت هتدربها هنا بقت إكس تي ناقص اتنين تي تربيع دي أول حد الحد التاني لأن دورت مضروبين في لمضة مش هارف أخلص فيهم أحاجة أكتر من كده دي تي بقت عندي إكس في تي ناقص الاتنين إكس في تي تربيع تي تربيع على الاتنين ناقص اتنين تي قس تلاتة على تلاتة زائد الإكس تي تربيع على الاتنين ناقص الاتنين اكس تي قس تلاتة على تلاتة زائد تي قس تلاتة على تلاتة ناقص اتنين على تلاتة تي تربيع على الاتنين كلام دوت مضروب في اللمضة وعوض بحدود التكامل من زيرو للواحد وابدأ كده هو تختصرها وطلع لي قيمتها تمام تختصرها كده تطلع قيمتها كده وتكمل تمام دي بقى سهل انكم تختصروا بقى اعملوا عملية التكامل وعوضوا من zero الواحد وطلعوا لي يشوفوا قيمتها تطلع بكامل تمام كده طيب اجي مثلا فكرة ايه فكرة المسألة دي طيب الحل هتقولي الحل كده بقى سهل وصغير وسريع لا ما هاصل ليه انا يا نهوت معتمدة على اني الاكزامبل الاولاني حلت بالفعل فيه وجبت الريسولفانت كيرنال الموازي للكيرنال اتنين اكس ناقس تي فالاو انت بتبدأ المسألة من اولها انت هتبدأ من اولها تاخد الكيرنال اللي هو الكيرنال اتنين اكس ناقس تي وتبدأ تجيب الريسولفانت منه وبعد ما تجيب الريسولفانت تحل المسألة طيب ادي كده هوت الايه الطريقة نيجي نشوف نقررها تاني في الايه في نمبر تو كان عطيني الفاي اوف الاكس بلس انتجريشن فروم زيرو دو واحد اكس ماينس تي اوز اكس ماينس تي فاي اوف تي دي تي اكوال اي باور اكس اللي الاكس و بونينشل فونشن طيب احنا بنقول ايه السليوشن سينز زي سليوشن سينز زي سليوشن Of the integral equation is given by Is given by شكل ايه السوليوشن شكل السليوشن الفاي اوف الاكس ايكوال ها انحفظوها بقى كل شوية بقى مشان ما فيه تكونوا حافظينا اف اوف اكس بلاس لمدة انتجريشن فروم ايت وبي ريسولفانت كيرنال اكس وتي ولمدة للF of T DT عايزين نعوضه هنعوضه الف of X بكام الف of X من هنا حدود التكامل من 0 للواحد هاي في المسألة الريسولفانت كيرنال بتاع الكيرنال ده احنا كنا لسه حاسبينه وجايبينه كان كام كنا لسه جايبينه الهيه الف of T مش الف of X بكده طيب الF of T E OST DT طيب مين هيطلع بره التكامل اللي مبيعتمدش على التكامل لو راح لناقص لمضة طيب عندي يناتا ميجي أضرب بقت ال E بدرب ال E OST في ال E OST ناقص T عند الدربة بعمليه في القصص بجمع القصص بقت ال X ناقص T زائل T يعني الناقص T الروح معنا دي تبقى لي ال E OST DT مين ببيعتمدش على التكامل اللي مبيعتمدش على التكامل هي ال X اللي بكامل بالنسبة لل T تقوم تطلع بره تبقى لي تكامل من 0 لل 1 DT ال E OST X زائد لمضة على 1 ناقص لمضة في ال E OST X تكامل ده بال T ومن 0 لل 1 بقت بواحد خلاص كده هناخد ايه 1 زائد لمضة اخد دي كده هوت واخد ال E OST X مشترك لو وحدنا المقامات على 1 ناقص لمضة 1 تقوم ال 1 ناقص لمضة دي تتضرب في ال 1 ده لكن دي على 1 1 ناقص لمضة على 1 فيها ال 1 ناقص لمضة تضرب في ال 1 دي بقت 1 ناقص لمضة زائد دي على دي فيها ال 1 في لمضة E OST X بتساوي دي هتروح مع دي بقى 1 على 1 ناقص لمضة في E OST X ادي كده هوت مين بتاع المسألة بتاعتي يبقى أنا كده هوت جبت بتاع المسألة دي طيب أنا ممكن باقي اديكم برضو نفس الفكرة مش احنا قولنا سبنا لكم كذا كيرنال كده هوت انتو هتجبوه كذا رسولفانت كيرنال انتو هتجبوه طيب فاجي اقول لك انه هوت اكزامبل 5 مش دي كان اكزامبل نمبر كام سوري نمبر 4 اكزامبل نمبر 4 وبرضو بنقول هنا هوت ايه find the solution find the solution of the integral equations integral ايه integral equations شكلهم ايه بقى ال integral equations اول واحدة الفاي of the x minus lambda integration من 0 لل2 pi sine x plus t phi of t dt equal 1 التانية phi of x minus lambda integration from 0 to 2 pi sine x cosine t phi of t dt equal cosine 2 x اه اجي المسألتين همت phi of x minus lambda integration from 0 to 2 pi sine x plus t phi of t dt equal 1 phi of x minus lambda integration from 0 to 2 pi sine x cosine t phi of t dt equal cosine 2 x اجي المسألتين دول هتجيب ال kernel ده كده kernel بتاعي وده كده kernel بتاعي هتمسك kernel تجيب له resolvent kernel عندك طريق تاني اما بعد ما تجيب resolvent kernel هتبدأ زي ما احنا كده جيبنا resolvent kernel للكيرنل ده وبعدين طبقنا صورة الحل اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي كانت حفظ صورة الحل واجبنا من خلالها لإيه شكل الحل كفاية عليكم كده في المحاضرة دي احنا خدنا الطريقة التانية لحل fredholm integral equation تمام كده فضلنا كم طريقة وفضلي تلات طرق هديكم منهم اتنين وانسيب واحدة طريقة مفروض بقوا انتو عليكم انكم ايه تذكروها لوحدكم هنكمل المحاضرة الجاية ان شاء الله هناخد طريقتين في المحاضرة الجاية بإذن الله ونقفل الجزء بتاع fredholm وانسيب عليكم الطريقة الاخيرة اي سؤال اسأله على الواتس المنهج ساهل مفوش اي مشكلة كل حسابات المهم وكل تكملات المهم انك انت بس تمشي ايه دك كده هو في الطرق والحسابات وتحفظ القوانين اللي احنا بناخدها اول بول علشان ما يبقاش في حاجة فيديك السلام عليكم